تصدعت تركة الراحل الصالح وبات الميراث السياسي هو أكثر المواريث المتنازع عليها من تركة الثلث قرن المتركة على ثلاث طاولات طاولة داخل الشرعية وطاولتان خارجها على ضوء التطورات الأخيرة وتنصيب رئيس لجناح المؤتمر المساند لإنقلاب يبدو موقع حزب المؤتمر في خانات التوزيع الثلاثي بين الأجنحة الثلاثة جناح الرياض وجناح صنعاء وجناح أبوظبي والقاهرة وخلفهما جماهير تعيش فترة تيه سياسي وقيادات مؤتمرية توزع البيانات وتكتفي بالتغريدات على منصات التواصل الاجتماعي باستثناء الرئيس هادي وأحمد عبيد بن دغر لا طرف ثالث يمتلك الصيغة الشرعية لحزب المؤتمر كما أن الصيغة القانونية في الأنظمة واللوائح المؤتمرية تقدمه على أنه حزب السلطة أكثر من كونه حزبا سياسيا وخصوصا المادة التي تنصه على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب بحسب متابعين فإن الحالة الوطنية تقتضي وجود كيان سياسي مؤتمريا ينحاز للشرعية ومقاومة الإنقلاب ويساند توجهات استعادة الدولة واستعادة حزب المؤتمر ذاته الذي ذهبت أطراف فيه لإسناد الإنقلاب وإسقاط الدولة لتكون المحصلة سقوط الدولة والجمهورية وسقوط المؤتمر ذاته لا بوصلة واضحة تسير خلفها قواعد حزب المؤتمر ووحدها الشرعية اليمنية هي العنوان الأكثر وضوحا والأقرب للواقعية السياسية المؤتمرية التي تسير منذ الإنقلاب والإجتياح خلف عنوين على الضد من جمهورية الشعب والتعددية السياسية